خيارات الملسقات على حسابك الخاص اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية الدخول إلى نافذات خيارات الملسقات للملسقات الخاصة بك على حسابك الخاص سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغطة على علامة الإعدادات أو الستين في الأعلى ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة للإعدادات في هذه النافذة بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل نأتي إلى الملسقات هنا نقوم بالضغط عليها بعد ذلك سوف نأتي إلى نفذات الملسقات نأتي إلى خيارات الملسقات نقوم بالضغط عليها بعد ذلك سوف نأتي إلى الملسقات أو هنا خيارات الملسقات هنا حيث يمكنك أن تقوم باكتشاف هذه الملسقات الخاصة بنا هنا يعني ملسقات ليس لها تاريخ لانتهاء الصلاحية وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله